لا تختفي قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الحكومة حتى تعود إلى الواجهة من جديد الجديد هذه المرة يتعلق بواحد من أسوأ السجون في العراق وهو السجن الحوت في الناصرية الذي يعتبر مثالا صارخا عن الحالة المزرية التي يعانيها المعتقلون فقد كشف مصدر طبي عن تصاعد تدريجي في إعداد الوفيات منذ مطلع العام الحالي مشيرا إلى أن عدد الذين توفوا في السجن خلال الأشهر الأربعة الماضية وصل إلى 16 حالة مكتب حقوق الإنسان في ذيقار أكد أن سجن الناصرية يعيش ما يشبه حالة العبارة التي غرقت في الموصل بسبب زيادة حمولتها البشرية حيث يضم اليوم بين جدرانه عشرة آلاف سجين على الرغم من أن طاقته الحقيقية تبلغ أربعة آلاف فقط مدير المكتب داخل المشرفاوي أكد أن الغرفة الواحدة بدل أن تحمل سجينين اثنين باتت تحمل ثمانية سجناء هذا فضلا عن الأغذية الرديئة التي تقدم إليهم ما أدى إلى تكرار حالات الوفاة خاصة في فصل الصيف مضيفا أن أمراضا خطيرة انتشرت بين السجناء كالتدرن والسرطان الدم والجلطات الدماغية المفاجئة التي تنهي حياة السجين فورا المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت تسجيلها خروقات وانتهاكات جسيمة في السجون خلال الفترة الماضية وأوضح عضو المفوضية ثامر الشمري أن وزارة العدل تتذرع بعدم امتلاكها للعدد الكافي من المعتقلات كما تقوم بحجب البيانات الرسمية عن الرأي العام والمنظمات الحقوقية ولا توجد أرقام صريحة لأعداد المعتقلين في العراق لكن تقريرا لمركز بغداد لحقوق الإنسان أعده العام الماضي بيّن أن العدد بلغ 38 ألف رجل وأكثر من 900 امرأة فيما تؤكد بيانات منظمة هيومر رايس ووش وجود انتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين فضلا عن زج أعداد كبيرة من الأبرياء في السجن وآخرون لم توجه لهم أي تهمة مع منع ذويهم من زيارتهم وكان مركز بغداد لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تحدثا في تقرير مشترك عن انتهاكات ارتكبت بحق نحو 7400 معتقل في سجن ناصرية وأشار التقرير إلى إصدار محاكم ناصرية 297 حكما بالإعدام خلال الأشهر الأربعة الماضية وفقا لإفادات مخبرين السريين واعترافات انتزعت تحت التأذيب والتهديد